بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التامان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحيكم أيها المباركون في هذا اللقاء من لقاءاتنا مع علم الحديث في اللقاءات الماضية وصلنا بحديث أو وقف بنا الحديث عند نهاية القرن الثالث أو مع بدايات القرن الرابع وبدايات القرن الخامس وعرفنا أن الحديث كان يعني يتنقل من أو انتقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ثم إلى من بعدهم شفاها وجنبا إلى جنب بالكتابة أو التقييدات الشخصية ثم بالتدوين العام الموجه لنشر العلم ثم بعد ذلك تحول التدوين العام إلى مصنفات على شكل كتب تقسم على الأبواب والموضوعات أو على حسب المسانيد والرواه وجنبا إلى جنب مع هذه الخدمة لعلم الحديث الرواية كان علم الحديث دراية الذي عرف بعلم المصطلح كان ينمو جنبا إلى جنب حسب الحاجة وعرفنا أن علم الحديث رواية قد سبق علم الحديث دراية من حيث التدوين فلم ينتهي القرن الثالث إلا وجل الأحاديث لم تكن أصول الأحاديث قد دونت في دواوين الإسلام والكتب الأمهات قد كتبت وطلع عليها الناس ورواها الناس وحدث بها أصحابها وقرأها أصحابها على الناس أعني بذلك بالدرجة الأولى كتاب الإمام البخاري الصحيح والكتاب الصحيح للإمام المسلم والسنن الأربعة لأبي داود والتنمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله تعالى أما علم الحديث دراية أو علم مصطلح فقد استكملت مباحثه وتداولها الناس ولكن كان التدوين في البداية يعني كان في البداية يتناقله الناس ويتعاملون به دون أن يكون مقيدا ثم وجدت بعض التقييدات لبعض مسائله تبعا بكتب أخرى كما حصل لكتاب العلل الذي كتبه الإمام الترمذي وجعله خاتمة لكتابه السنن أو ما تحدث به الإمام الشافعي عن الحديث المرسل وبعض المباحث الأخرى في كتاب الرسالة والأم أو ما يعني تعرض له الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه التمييز وفي مقدمة الصحيحة وغير ذلك ثم بعد ذلك وجدت كتب تجمع مسائل أو خاصة مفردة لأبواب هذا العلم ولكن كانت تتناول مسائله وأنواعه مفردة بحيث يفرد كتاب أو جزء خاص لموضوع معين أما أن يوجد كتاب جامع يضم شتات أو فروعة وأنواع علوم الحديث دراية فإن أول من كتب في ذلك من الكتب التي وصلت إلينا وكان كتابا جامعا هو كتاب الإمام الرامة المزي الذي سماه المحدث الفاصل يعد كتاب المحدث الفاصل هو أول كتاب وصل إلينا يجمع مسائل هذا العلم وتعرض لكثير من مسائله ولكنه أيضا بحكم أنه أول كتاب يعني يكتب في هذا الباب فإنه لم يستوعب جميع المسائل بل تعرض لأدد كثير منها من أداب الراوي والمحدث وطرق التحمل واجتهادات المحدثين في حمل العلم وما يتعلق بهذا هو حقيقة كتاب جامع نافع ولكنه غير مستوعب وهذا شيء طبيعي في من يبدأ مشروعا في باب معين ثم تلت هذا الكتاب كتب أخرى ككتبات الإمام الخطيب البغدادي التي أولها كتاب الكفاية في علوم الرواية فإنه رحمه الله تعالى تكلم في هذا الكتاب يعني في موضوع الرواية وأداب الرواية واستوعب قوانين الرواية بشكل لم يعني يعني لا زال العلماء يفيدون مما كتب رحمه الله تعالى ويعني يجعلونه أصلا في ناكل يعني في ناكل في هذا الباب كتب أخرى كتبت أيضا في هذا الباب غير كتاب الإمام الخطيب البغدادي نجد أن الإمام الحاكم أيضا كتب كتابه معرفة علوم الحديث وهو يعني من متميز ربما عن غيره في أنه ناقش المسائل ولم يكتفي بمجرد يعني أنه تعرض المسائل بل بدى له شيء من المناقشات في هذا الباب وأيضا هناك كتاب الإلماع في أصول الرواية والسماع للإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى هذه كتب كتبت في هذا يعني ألفا وأيضا إمام أبو نعيم الأصبهاني أو الأصفهاني عفوا كتب كتابه المستخرج تكلم فيه عن مسائل هذا العلم وزاد مسائل لم يتعرض لها الإمام الحاكم رحمه الله تعالى لكن الصفة العامة في هذه الكتب أنهم ركزوا أو كان همهم أن ينقلوا كلام السابقين في مسائل علوم الحديث ماذا قال أحمد ماذا قال البخاري ماذا قال إسحاق بن راهوية ماذا قال شعبه في المسائل فيعقدون أبوابا لمسائل ثم ينقلون ما ذكر العلماء وما حرروه أو أفتوا به في مسائل هذا العلم وينقلونها بالسند وقل أن يكون لهم تعليق إلا ما كان من الإمام الحاكم رحمه الله تعالى كما أشرت فإنه حاول يعني كانت له تعليقات على ما ينقل وبيان يعني لكثير من المسائل التي يتعرض لها أما أن يكون لهم مناقشة للأقوال أن يكون لهم تحرير للقواعد فهذا لم يكن واضحا في هذه الكتب فهذه الكتب إذن هي أشبه بالمخازن الكبيرة التي نقلت العلم كما قرره العلماء الذين نمى على أيديهم ولا يستغني عنها متخصص لكن قد يكون المبتدئ يعني قاصرا على أن يخلص منها بفائدة أو فوائد تجعله يعني يحسن التعامل معنا رحمه الله تعالى والعلماء يجعلون يعني الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعني لسيخين كبيرين في هذا المجال في هذا التحريق الإمام الحاكم رحمه الله تعالى والإمام الخطيب البغدادي فيعني الحاكم كتاباته فيها فوائد جامعة لمطالع هذا الفن ولمن يريد أن يقف عليها بشيء يعني لا يقف عنده مجرد النقل عن السابقين والإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في ساعة ما ألف حتى يعني ورد عن أبي بكر ابن نقطة رحمه الله تعالى أنه قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه رحمه الله تعالى طيب هذا كان في يعني منتصف أو من بعد منتصف القرن الرابع ومع أيضا القرن الخامس ما التطور الذي حصل في الكتابات في نقل في الروايات عرفنا أن في القرن الثاني الثالث عفوان حتى الثاني كان له شيء من ذاك لكن في الثالث بدايات الرابع دونت أمهات الكتب بعد ذلك قلنا نقول وجد أيضا استمرار لما بدأه هؤلاء وخدمة لما بدأه هؤلاء فإذا كان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى قد بدأ التصنيف في الحديث الصحيح المرفوع لرسول الله مجردا عن غيره مما ينقصه وينزل عن رتبة الصحيح فحاول أن يسير على سيرهم الإمام بن خزيمة والإمام الحاكم في صحيحهما والإمام عفوان ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحهما هناك من أراد أن يخدم الصحيح أو الحديث الصحيحة بإضافات على ما بدأه الشيخان وهو الإمام الحاكم رحمه الله تعالى فإنه قصد إلى جمع الأحاديث الصحيحة التي لم يحتج التي لم يروها الإمام البخاري ومسلم فهو كما ذكر قال أن يستعين الله على رواية أحاديث بمثلها أو مثل رجالها أو مثل أسانيدها يحتج البخاري ومسلم فنكون إذن إذا ورد علينا كتاب الحاكم أو حديث يقال في أرواه الحاكم فالأصل أن يكون هذا الحديث غير موجود في البخاري ولا في مسلم لا في البخاري ولا في مسلم وإضافته قد يكون من إضافته بذات الموضوع لم يرد أساسا أو أن الحديث ورد في البخاري ومسلم من طريق الصحابين وهذا أورده من طريق صحابي آخر أو ربما زاد بعض الألفاظ والعبارات والجمل في أصل الحديث هذا الأصل ولذلك سميه مستدركا مستدرك الإمام الحاكم إذن يقصد أن يروي الأحاديث الصحيحة التي يحتج بمثلها البخاري ومسلم ولكنها ليست في البخاري ولا في مسلم لكن هذه الكتب الصحاح الصحيح بن حبان أو صحيح بن خزيمة أو صحيح الإمام الحاكم المعرف بالمستدرك لم يسلم لها العلماء بالقبول كما سلموا لصحيحي البخاري ومسلم ففيها ما لا يرتقي إلى درجة الصحيح بل فيها ما ينزل إلى درجة الضعيف وبل الضعيف الشديد الضعف في بعض روايات الإمام الحاكم رحمه الله تعالى وليس طبيعة دراستنا أن أسترسل لأبين تفصيلات مستويات الأحاديث ولما وجد وكلام العلماء فيها لكننا الآن نستعرض كيف الحراك في نقل الحديث وفي تدوينه السنن كما أشرنا سابقا أيضا وجدت في المرحلة أو العلماء الذين أتوا بعد أصحاب السنن الأربعة كتبوا في السنن كامل بيهقي رحمه الله تعالى وغيره في مختلف الحديث بدأه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث جاء من وسع كالإمام طحاوي رحمه الله تعالى في مشكلة الآثار شرح مشكلة الآثار رحمه الله تعالى رحمة واسعة فكتبت إذن حصلت هي مواصلة لما بدأ به السابقون وفيها شيء من يعني التكملة لما أو محاولة التكملة لما بدأه السابقون فيما يتصل بالصحيح والسنن في أمر آخر وهو بعض الكتب التي تنخدم الأحاديث التي وجدت في كتب السابقين يعني على رأسي هذه الكتب المستخرجات فهذه اصطلاحات المسميات هذه اصطلاحات عرفنا معنى مصنف معنى موطأ معنى مسند معنى جامع معنى سنن الآن وعرفنا معنى مستدرك طيب ما المستخرج يقصدون بالمستخرج وكتب المستخرجات أن يعمد صاحب عمام من الأمة إلى كتاب من الكتب التي ألفت قبله فيروي أحاديث ذلك الكتاب من غير طرق أصحابها بل بأسانيد خاصة له كمستخرج الإسماعيلي والإسفراييني وأبي نعيم رحمهم الله تعالى هذه يأتي مثلا الإسماعيلي إلى كتاب البخاري أول حديث يرويه البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات فيأتي يرويه بسنده بحيث لا يكون لا يرويه عن فلان عن فلان عن البخاري عن شيخه إلى عمر لا بل يروي هذه الأحاديث بسنده عن شيخه بحيث لا يكون البخاري واحدا من سنده في كتابه المستخرج فتروى الأحاديث إذن بطريق ثاني وفي هذه المستخرجات فوائد كبيرة هي ليست ترفض علميا أولا من فوائدها تقوية الأحاديث بأن تكون وردت من أكثر من وجه وبلا شك أن تعدد الطرق يتقوى به الحديث ولو كان في أصله صحيحا من فوائدها أيضا أنها قد تشتمل على زيادات ليست موجودة في الأصل يكون روال بخاري أو مسلم بألفاظ موجزة مختصرة وتكون مثلا في مسألة قصة يعني كثير من الأمور التي استفاد منها أحكام في الفروع والأصول في العقائد وفي الأحكام وفيها علم ففيها زيادة فيزيد لدينا كمية الأحاديث الصحيحة قد يكون فيها فك لبعض المستغلقات أو التي لا يمكن يعني أو يصعب الوصول إليها في أصل الصحيح كأن يرده كان رسول الله مثلا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه ثم لا يذكر متى مسح وهل كان في سفر أو كان في حضر إذا كان في سفر في أي سفرة من سفراته صلى الله عليه وسلم فيستفاد من ذلك أحكاما بيان المكان بيان التاريخ وهذا يفيد في الأحكام مثلا المثال الذي ضربته أحكام المسح في السفر تختلف عن أحكام المسح في الحضر ومن العلماء من لا يجيز المسح في الحضر فإذا جاء السادة الحديث يبين أنه مسح في حضر فيكون تقوية للقول الذي يجيز المسح في الحضر وفي السفر فيها بيان أيضا التاريخ أنه في غزوة كذا كان يقول في غزوة تابوك فنعرف أن المسألة متأخرة وليست مسألة متقدمة فيستفاد من ذلك في موضوع الناسخ والمنسوخ من الأحاديث فأموما أقول المستوى لها فواد أخرى قد تأتي كلمات غريبة أو كلمات تحتمل في اللغة معنيين فتأتي الرواية في المستخرجي بلفظ يحدد أي المعاني المقصودة بتلك اللفظة وتلك الجملة فيقول خرجت هذه المستخرجات ثم بعد ذلك وجدت كتب يعني تخدم تلك الكتب وهي كتب الشروح وجدت انبرة علماء يشرحون كتب السابقين يبينون ما فيها من يعني معاني وأحكام فيما يتصل بالأسانيد أو فيما يتصل له بالمتوني والفاضي الأحاديث وجدت طريقة جديدة بعد ذلك أيضا في التصنيف وهي وجدت المجاميع وهي تختلف عن الجوامع الجامع عرفنا كتاب مرتب على الأبواب يجمع أبواب العلم ويكون صنفا على أبواب ثم إلى كتب وتحتها أبواب لكن المجاميع يقصد بها أن يأتي شخص فيجمع مجموعة من الكتب في كتاب كجامع الأصول لابن الأثير جمع فيه كتاب البخاري وكتاب مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ومطى الإمام مالك فجمع هذه الأحاديث التي هي أصول أو الكتب التي جمعت أصول أحاديث كتب أصول السنة جمعها في كتاب واحد وثم عد يختلف بعد ذلك أصحاب المجاميع في طريقة ترتيبها إما أن يرتبها على الأبواب أو منهم أن يرتب الأبواب على حروف المعجم فيبدأ مثلا بكتاب الإيمان لأنه بالهمزة ثم الياء ثم لكن نجد به كتاب الصلاة قد يتأخر لأنه حرف الصاد متأخر قد تقدمه مثلا أبواب الزكاة لأن حرف الزاي يتقدم على حرف الصاد في الترتيب المعجم الذي هو ألف باتا ثاء إلى أن ينتهي تهيئا الحروف العربية بالياء هذا فيما يتصل بجواية نقل الحديث وهنا نوضح أمرا وهو أن علماء الحديث كما أنهم عنوا بنحقل الحديث في البداية إلى أن دون بالسند كل حديث يرويه صاحب الكتاب عن شيخه عن من فوقه بسند إلى أن ينتهي مع السند إلى المتن وقدموا في علم مصطلح الحديث الدراسات الوافية في كيفية التحقق من صحة الإسناد وكيف أنتقل الحديث من راوين إلى راوين ولهم في ذلك شروط في القبول لأن مهمة علم مصطلح إضاح القواعد التي يعرف بها المقبول من المردود وعلم الحديث بعلم حديث رواية يطبقون هذه المصطلحات فيحكمون على هذا الحديث المعين بأنه صحيح أو غير صحيح أقول كما أنهم نقلوا وعنوا عناية فائقة بمتابعة الرواة ومتابعة ألفاظ المتوني وألفاظ أيضا الرواة عندما يختلفون فمن منهم يعني ضبط اللفظة كما يعني أقرب ما يكون إلى صاحب المتني صلى الله عليه وسلم فهم أيضا عندما دونوا هذه الكتب حدثوا بها ونقلها عنهم تلاميذهم وما زالوا رحمهم الله تعالى الأصل عندهم أن يروى الحديث بالسند يروون الحديث بالسند فليس الرواية يعني الرواية بالسند خاصة بالحديث بل حتى الكتب يرويها الراوي عن صاحب الكتاب فالكتب نقلت إلينا أيضا بالأسانيد هذه الكتب نقلت بأسانيد عن أصحابها واشتهرت هذه الكتب عن أصحابها فهذه الكتب أيضا موثقة ليس التوثيق خاصا بالحديث داخل الكتاب وهي العملية التي قام بها الرواه الذين روه المتونة أو الأحاديث المفردة لنقول بل الكتب تناقلها العلماء رحمهم الله تعالى بالسند فينقلها الشخص عن من فوقه وإلى اليوم تروى كثير من الكتب إن كانت الشروط التي تطلبها العلماء لنقل الكتب بعد تدوينها لأن التدوين خلاص ضبطها نقول لكن نقل هذه الكتب بعد عصر مؤلفيها نقول نقلت بأسانيد وإلى اليوم وإن كانت الشروط التي تطلب في الراوي ليست بتلك الشدة التي كان يطلبها العلماء زمن الرواية وذلك يعيبون على طالب العلم أن يروي يعني فيه الذي ينسب إلى أنه محدث أن يروي من الكتاب دون أن يكون له رواية ويتأكد الموضوع إذا كان يريد أن يعمل ولذلك يقول العراقي في ألفيته وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغة قد جعل يعني الإمام بن الصلاح عرضا له على أصول يشترط وقال يحيى النووي أصل فقط قلت والابن خير امتناعه نقل سوى متن سوى ملويه إجماعه فيرون أن الشخص يعني لا بد إذا أراد أن ينقل وينسب للبخاري حديثا أنه رواه البخاري يقول الأصل أن يكون قد يعني عرض كتابه هذا على كتب أخرى يكون عرضها فيكون يكون له دواية أو على الأقل أن يكون ما بين يديه قد قابل به نسخا أخرى فهذه الكتب إذن عنو بتحريرها من حيث أصل التأليف ثانيا حدث بها أصحابها ونقلها تلاميذهم عنهم التلاميذ عنو بتصحيح مروياتهم ومقابلتها على نسخة الشيخ أو على نسخة مأخذة عن الشيخ وتسلسل ذلك حتى إذا أراد إنسان أن ينقل وينسب لك كتاب معين حديثا يكون قد عرضه على أصول أخرى غير الأصل الذي بين يديه فهذه الكتب إذن محررة جدا من حيث أصل التأليف وموثوق بها ثم نقبل في يومنا هذا من يأتي فيشكك بنسبة صحيح البخاري إلى الإمام محمد بن اسماعيل البخاري ولا نقبل من يشكك في أصل من هذه الكتب التي جعلت يعني الدواوين التي جعلت أصول دواوين السنة من الكتب الستة والمسانيد أو المطاط كمسند الإمام أحمد ومضط الإمام مالك رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر